موسيقى أنا بكم من جديد وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية لليوم حضور أعمال فنية وغنائية برؤية جديدة تحافظ على روح الأصالة فيها هو ما تقدمه جوقة دوزان وأوطار الأردنية إذ تحرس هذه الأوركسترا على إعادة الروح إلى أرث فني شرقي وتهدف إلى تخليدها من جيلا إلى جيل هنا أسمى هان عبد الحليم وعبد الوهاب شريفة فاضل وحتى غوار وأبو عنتر وغيرهم أنا كتير مبسط لأن كل أغاني عزمانات أمياتنا وعزماننا ذكرنا بأيام زمان بالأيام اللي إحنا بالذات عشناها ذكرنا بأيام المدرسة اختيار هذا اللون فنيا ليس عبثا فهذا ما تأسست عليه جوقة دوزان وأوطار هاي السنة قررنا بالصفية أنه نستخدم الأغاني الأديمة هي خالدة هاي الموسيقى خالدة زي ما بتسمع موزارت وبتعيش هاي الموسيقى تبعتنا لازم تعيش لهالفترة هاي إعادة إنتاج أغاني عربية وغربية إضافة إلى أعمال خاصة بهم تطرحه الأوركسترا للارتقاء بذوق زمن جميل لم يزدل عليه الستار بعد غسان أبلوز العربية عمان للحديث عن الموضوع تنضم إلينا من عمان مؤسسة جوقة دوزان وأوطار للموسيقى شيرين أبو خضر شيرين أهلا بك صباح الخير صباح الخير شيرين شلي خطر على بالك وخلاك تأسسي هذه الجوقة هاي الجوقة مؤسسة من سنتين من سنت ألف ألفين يعني إلنا حوالي سبعة عشر سنة شغالين بس إحنا كل عرض بنعمل بيكون مختلف الله يخليك طيب شيرين يعني كل عرض بنعمل تفضل لك تفضل لا بقول إنه هو كل عرض بنعمل مختلف فكل عرض بنحاول نشوف شو الناس عم تطلب إيش الأجواء بالبلد عم تطلب إيش الناس إيش الجوقة بحاجة إلها متعطشة إلها فهاي الثاني حسينا إنه هذا العرض كتير كان إشي ضروري طيب شيرين يعني أنا عارفة أن أنتو بتقدموا فيه تنوع في الموسيقى اللي أنتو بتقدموها مش بس وقفين أو اكتفيتوا بالموسيقى ولكن أدخلتوا عليها مصرحيات غنائية أنواع من الموسيقى فيه تداخل أو دمج ما بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية فكلميني عن النشاطات والأغاني والمصرحات اللي أنتو بتقدموها يعني زي ما تفضلتي حضرتك إحنا كل عرض زي ما كنت حم بحكي إنه بنعمل إشي مختلف زي ما هذا العرض كان فقط أغاني شرقية وعربية بالماضي إحنا عملنا شغلات زي ما قلتي تفضلتي إنه بتعمل شغلات غربية وشرقية مثل قبل فترة عملنا برنامج سمينا From Broadway Till Web Day فعملنا شغلات مسرحيات من Broadway وعملنا شغلات للويب دي عشان كيف جبتينها للويب دي يعني من نيويورك للويب دي كيف ما هو الويب دي من أهم مناطق في الأردن هذا واحد بس كمان المسرح اللي إحنا منغني فيه ومنحب نغني دايما فيه هو مسرح موجود بالويب دي طيب خليني أسألك أيضا شيرين اليوم هناك كل فرقة أو جوقة لا بد أن يكون لها بصمة أين تكمن بصمة دوزان وأوتار هل فقط بعادة وما يطلبه الجمهور من أغاني والذوق العام أم لها بصمة أخرى هو لها أظن الأهم بصمة اللي أتخيل أنا برأيي هي البصمة التعليمية كل عرض نحاول نعمل فيه فيه جزء منه تعليمي للجوقة فيه جزء تعليمي للناس الموجودين وللأردن بالذات وحتى للشرق الأوسط أعرفت كيف فهو أظن البصمة أكتر تعليمية من أي شيء تاني طيب نحاول بأي طريقة ممكنة أن معه يعني شيرين عدد الفرقة كبير عارفة أنه فيه تنوع في المجموعات اللي في دوزان وأوتار كلمين عنهم أكتر فيه أطفال فيه على حسب الفئات العمرية بيتقسموا يعني ديني تفاصيل الجوقة مؤسسة من عدة جوقات هي الجوقة اللي شفتوها هلأ هي الجوقة الكبيرة اللي هي بتراوح أعمارها من 18 سنة ل 70 و 80 سنة ولكن عنا أطفال دوزان اللي هن مجموعة تتراوح من 3 مجموعات الأطفال بين 6 ل 8 بعد 6 ل 10 أسفة بعدين من 10 ل 16 16 ل 18 هذا بعدين عنا حتى من المجموعة الكبيرة اللي هم من 18 كمان عنا مجموعتين مجموعة مصغرة أكتر بتعمل بتسافر أكتر بتعمل عروض صغيرة ممكن فيه جنسيات أجنبية صحيح آآ آآ هو منحكي إحنا من بلاد الشام جميع بلاد الشام عشان عنا منشتغل مع سوريا كتير عنا علاقة قوية مع موسيقيين في سوريا عنا علاقة قوية مع موسيقيين حتى بفلسطين وبلبنان وبلأردن وكمان اللي عايشين بالأردن اللي هن غير عرب أجانب ممكن يكون من إنجلترا آآ ممكن يكون من اسبانيا آآ بيكونوا معنا يعني في مجموعة كتير كبيرة أيضا يعني هل تعتبر هذه الجوقة أو مجموعة الجوقات هي آآ نخبوية إنجاز التعبير أم أن من الممكن أن تنزل إلى إلى الشارع والذوق العام وبالتالي تتجول في الوطن العربي ليس للنخبة آآ لا لا أكيد هو منحب ما نكون للنخبة ولكن أكيد ما منحب نكون للنخبة بالعكس هو الحلم الكبير بالنسبة لدوزانه أوطار إنه نقدر إحنا نعمل بالمستوى اللي عم نشتغل فيه وبالموسيقيين اللي عم نقدر يكتبوا أغاني كمان ويكتبوا توزيعات للموسيقيين إنه نقدر نعمل عروض مجانية طبعا هذا الحلم الكبير ولكن الواقع هو إشي تاني الواقع دائما بتطلب إنه في مصاريف للجوقات فإحنا دائما بنتخانا يعني دائما عنا مشاكل من هاي المهم غير مشاكل الفيزا في الدخول إلى بعض الدول هذا إشي أسقع أكيد لا بس الجوات الأردنية قوية عادي خلينا كمان شنين نتكلم أكتر عن الأغاني الشرقية اللي أنتو بتغنوها إزاي بيكون في بصمة للفرقة بيكون في تغيير على الألحان بيكون على التوزيع مختلف رؤية جديدة بتقدميها بحكي لك مثلا عن هذا البرنامج بس عشان كنا عم نحكي عنه هو الدقة قديمة هذا الاخترنا كان اختيار الجوقة كاملة قعدنا مع الجوقة وسألناهم إيش هون الأغاني اللي بيحبوا يعملوها ومن هدول الأغاني صار عندي وعند الفريق تصور كيف ممكن نربطهم مع بعض بطريقة أنه تكون جديدة قريبة للقلب حتى الناس اللي صغار الشباب اللي صغار اللي ممكن ما بيعرفوا هدول الأغاني كيف أنا ممكن أخليهم يسمعوا لأسمهان ولا يعرفوا مين هو عن طر وكيف يقدروا يحبوا بطريقة ممكن تتقرب لإلهم عرفتي كيف؟ أيو صح يعني إحنا تربينا بهدول الأغاني أنا بالنسبة لإلي إشي يعني من أهم الأغاني اللي كانت موجودة وأهم المسلسلات اللي كانت موجودة على وقت دي على وقت يعني وأنا صغيرة أنا مش كتير كبيرة لا لا أكيد يعني أكيد تمنى لك طول العمر دعنا من 60 و70 سنة لكن يعني تمنى أيضا باستمرارية هذه الأعمال الجديد بكلمتين كيف سوري ما أفهمت الجديدكم جديد هذا الجوقة متى؟ إن شاء الله على شهر 12 إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لمؤسسة جوقة دوزان وأوتار الموسيقى شيرين أبو خضر من عمان شكرا جزيلا